أعجبني منظر أن اليوم عند باب المدرسة امرأة متحجبة تنتظر ابنها يخرج فأخذتها وخرجت به إلى بيتها وسبقوا أن رأيتها وهي تحتضنها من الحلقة بعد خروجها من الحلقة فذكرتني بقصة لأم لزوجة فروخ أم ربيعة الراج وفروخ هذا كان خادم وغلام عند ربيعة بن زياد الحالثي وهما في جهاد لما وراء النهر وكان الغلام هذا أعجب فيه ربيعة بما فيه منفروسية وشجاعه وحذاقة فأعتقه ربيعة بعد ما فتحه ما وراء النهر وضرب له بسهم فجاء سهمها ثلاثين ألف دينار وبعد فترة توفى ربيعة فعاد إلى المدينة ولما عاد إلى المدينة اشترى له بيت اللي هو فروخ وتزوج امرأة صالحة بحث عنها تعلمون أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تنكح لأربع ومنها دينها فالظفر بذات الدين تربت يده فأختار هذه المرأة الطيبة الدينة ثم أختارها زوجة له فلما تزوج وبقى معها بضعة أشهر وإذا هي حامل فإذا المنادي ينادي الجهات فقال أنا والله مشتاك للجهات قال تعلم أن ليس لك أهل هنا ولا أحد ولا قريب من تتركنا له قال أترككم لله الواحد الأحد أنه يعتني بيكم وهنا ثلاثين ألف دينار خذيها وإذا أحتجت منها شيء فأخذي منه ثم أقنعها وذهب فمكث في الجهات أكثر من ثلاثين سنة ثم لما عاد إلى المدينة وهي لما وضعت أنتظرتها بعد ثلاثة شهور جابت الجنين فقالت ماذا أسميه أحب الناس عنده الرجل الذي أعتقه اللي هو ربيع بن زياد الحارف أبا سميه ربيع ثم أعتنت به ودخلته في حلق العلم فبعد ثلاثين سنة رجع ودخل المسجد المسجد قالوا هذا له قصة أبوه ذهبه أم حامد ثم أتى فأدخلته الحلقات فهذه فقال أنا أبي فلما ذهب الولد هذا إلى البيت دخل البيت وطرق عليهم الباب من أنت؟ قال أنا أبوك العلم الذي سبق وإن جاء إنه قد استشهد وإنه قد أسر وإنه وإنه لم تجي الأخبار عنه بشيء فقال ما أنت أبوي لاستبع أبوي والمهم زاد الكلام ونقص وإذا المرأة تسمع الصوت وجات قالت هذا أبيك يا ربيع ثم سألها عن المبلغ فقالت المبلغ أنفقته على ابنك فقال نعمل التربية ونعمل السلام فالأم لها دورها ولها هي المربية وهي التي تقوم بحفظ البيت وتربية الأبناء وهذا ما أحبيت أنه ورد أخذها سلامتكم جميعا إذن هذا ربيع بن فرخ وليسمى في المدينة وهو من فقهائها السبعة ربيعة الرأي